إذن زميلة إيمان فقط اسمحي لي في هذا البث الحي والمباشر أن نتحول مع حضراتكم مشاهدين الكرام مع السيد محافظ الأكسر سيادة المستشار مصطفى ألهم أيضا الذي كما ذكر معالي الوزير قبل قليل سيد محافظ بداية نحن نتشرف بوجودنا هنا في محافظة الأقسر ونرحب بحضركم يمكن سيد الوزير قبل قليل كان بيتكلم على تزليل العقابات اللي حضراتكم قدمتوها لربما تحويل أكبر عدد ماذا عن نصيب هذه المحافظة؟ وشايفين خلال المؤتمر الصحفي قبل قليل احنا بنتكلم كمان خلال الفترة اللي جاية يكون هناك عدد أكبر من محطات الوقود التي تعمل بالغازة الطبيعية بسم الله الرحمن الرحيم نرحب بكسترينيوز نرحب حضرك على أرض الأقسر وممتن لوجود حضرك معنا في هذا الحدث الحدث بداءة مشروع قومي كلفنا به فخامة الرئيس وعلى ضوء التكليف الوارد بتحويل المحطات إلى الغازة الطبيعية بدلا من المعائد الضخمة اللي بيعود على المواطن بالسلب من الوخود التخليدي فكلف دولة رئيس مجلس السادر وزارة المعنيين بسرعة إنشاء وتعديل المحطات لتستقبل السيارات لتعديلها إلى الغازة الطبيعية كان الممثل معالي وزير البترول كوزارة بترول ومعالي وزير التنمية المحلية سادت الله ومحمود شعراوي بعتبار أننا معنيين بالحكم المحلي أو الوحدات المحلية وتوفير كل الدعم للشركات على الأرض الواقع توفيراً للوقت والجهد وفي نفس الوقت بالتوازي مع شغل الشركات على الأرض وإحنا بنوفر لهم كل الإجراءات الإدارية والترخيص اللازمة بدون ما إحنا ندخل في بيروقراطية وتعاقدات الإدارية ما يكونش من ورها إلا تعطيل الوقت وده مش لصالح المواطن وزي ما أنت عارب حضرتك لتكليف الدولة وفخامة الرئيس تحديداً إن عنصر وقته مهم وفي نفس الوقت إحنا عايزين نصل بسرعة إلى ردى المواطن وكان سعي الفخامة الرئيس برضو والدولة ممثلة في كل قطعاتها وإحنا نصل إلى جنوب الصعيد إحنا بالتزامن مع افتتاح أول محطة لتعديلها إلى الغاز الطبيعي وده فلسافة الغاز الطبيعي تتمثل في أكتر من ناحية أولاً توفير عملة صعبة بدل ما إحنا نستور دوقود تخليدي بيكلفنا إحنا عندنا غاز طبيعي متوفر والحمد لله وبدنا نعتبر من الدول الكبيرة منتاج للغاز الطبيعي نمرة اتنين أوفر اقتصادياً للمواطن نمرة ثلاثة صديقة بيعة فكل دولة لما نيجي نتكلم عليه النهاردة فبنقول الدولة جات لحد المواطن في الصعيد وجنوب الصعيد بعد كان مهمش فترة وسنوات طويلة وإحنا النهاردة زي ما إحنا بنفتاح أول محطة زي ما قلت حضرك بالتزامن مع اختار مركزين لمحافظة الأخصر من تنمية وتطوير قرى مصر إحنا في المرحلة الأولى كان لنا نصيب مركزين وزي ما حضرك شفتي في البرزنتيشن هذا المشروع أهم جداً بجانب ده على جانب والجانب الأخر ما ينفعش حضرتك تكون مشرفنا على الهواء وما نسألش على الحياة كريمة هذا المشروع الأهم الذي يعني يوليه السيدة الرئيس أهمية خاصة بتجديد وتوصيل كافة الخدمات لأهلين في القرى التي عانت طوال عقود ماضية ماذا عن حياة كريمة هذه المبادرة أيضاً الهمة ونصيب المحافظة هنا محافظة الأخصر عدد القرى أدي زي ما حضرك عارف أن المعابضة ابتدت كحياة كريمة في 2019 كان نصيب محافظة الأخصر منها تلت قرى تلت قرى من 143 قرية كان مع أهل وزير تيمين محلية كان لنا الشرف نحن دشنا المرحلة الأولى هنا في محافظة الأخصر ثم باقي القرى لتلتمية 75 قرية ممثلة في تلاتة وتسعة من عشر مليار جنيه زائد ست تسعة وتلاتة من عشر مليار جنيه يعني التكلفة بتاعت حياة كريمة في خلال سنتين كانت حوالي تلتاشر مليار جنيه هذا جانب بالتزامن مع قرى حياة كريمة انطلقت مبادرة فخامة الرئيس باعتباره مشروع خومي تبنى سيادته ووجه كل التوجهات لدولة رئيس مجلس الوزراء وكل الوزارات المعنية والجهات والعيئات اللي هتشتغل معنا على الأرض الروخة كان لنا نصيب فيها في المرحلة الأولى إلى مركزين مركز إسنا ومركز أرمانت ودولة اعتبروا المركزين الكبار عندنا من ناحية الكسافة السكانية ومن ناحية مساحة الأرض واحتياجها إلى الخدمات زي ما قلت لحضرتك احنا لنا نصيب في المرحلة الأولى من المركزين احنا عدد مراكز المحافظة ست مراكز ومدينة الست مراكز في خلال ثلاث سنوات الثلاث مراحل اللي كلفنا بها في خمط الرئيس اللي هتنتهي في عشرين تلاتة وعشرين عشرين أربعة وعشرين هتكون ننتهيين إلى من كل المشروعات الخاصة بحياة كريمة وتطوير قرى صعيد مصر وكل قرى اتنين وعشرين محافظة احنا بالنسبة لنا كل المشروعات اللي بيحلم بيها المواطن اللي كنا في وقت من الأوقات بنعتذر له وبعد تبار أن احنا مش قادرين نقدمه الخدمة دي لأ احنا جينا لحد عنده ومش كده وبس وكل اللي بيتمنيه وكل اللي بيحلم به احنا على السعادات نوفره ودي فكرة فخامة الرئيس احنا نوصل لحد المواطن لحد مكانه وكل ما كان بيعاني منه من تجاهل ومن تهميش ومن خدمات خسرة احنا النهاردة وصلنا لي وزي ما قلت لحضراتك نصبنا في المركزين بما يواجه ستة مليار جنيه وإحنا بنتمنى لحضراتكم كل التوفيق لحضراتكم بتأكيد والأهليين هنا في صعيد مصر في محافظة الأسقر شكرا جزيلا عفونا يا فان شكرا لي شكرا إذن مشاهدين الكرام هذا هو لقاؤنا مع السيد المستشار مصطفى ألهم محافظة الأكسر وكذلك قبل قليل تحدث إلينا السيد الوزير وزير البترول والطروة المعدنية المهندس طارق المول زميلة إيمان هكذا كما تابعت هذه اللقاءات على هامش افتفاح محطتين متكاملتين تعملان بالغاز الطابعي والوقود السائل في ظل خدمات ومبادرة رئاسية تخطو يوم بعد الآخر بخطوات متسارعة لتحقيق هذه المبادرة في المحافظات المصرية كافة من الأكسر عود مرة أخرى إلى العاصمة وزميلة إيمان الحوز شكرا جزيلا لك إبراهيم عزة على هذه التفاصيل وهذه المعلومات والتصريحات المهمة من قبل سيادة الوزير أيضا وسيادة المحافظ شكرا جزيلا لك